السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايا بعملين ايه؟ نظر ان شاء الله هنعمل مع بعض تغزين ملوخية بطريقة سهلة جداً هنحاعمل ان شاء الله بإذن الله هنعمل طريقتين طريقة التي تعجبك تفريزيها ان شاء الله تعجبك بإذن الله نسمي اللي بسم الله الرحمن الرحيم والله صلى وسلم على سيدنا محمد والله الصحابي وسلم طبعاً موسم الملوخية بقى الملوخية كتير قوي في السوق هنجيب طبعاً الملوخية وزي ما انتوا عارفين طبعاً وننقعها ننقعها شوية عشان بقى فيها تينا وطبعاً ناخد الملوخية جماعة للناس المبتدئين بتقعد تسأل البنوطات السورة بننقعها شوية هنبصت لقى تينا كلها عملت منها تروح يشغيلها بإيديك وحطها في قلب المصة وترجع ترددها كزا مرض تغسينيها. انا هنا غزلتها طبعاً وخلتها تتهوى تحت المروحة شوية وحابيها في الكيس عابي بقى على قد ايه؟ يعني حاول يتقطر في الكيس شوية عشان حمال خراطة تبقى حابة زريعة. حننعبها في قلبي الكيس كده اسهل من كده ما فيش دي اول طريقة ان شاء الله ونشوف الطريقة التانية برضو بإذن الله قبل كده عملناها بس توقفي تكات وحاجات تانية جديدة. كده دي الطريقة الاولانية سهلة جداً حنقفل بقى الكيس نخرج بينه اللي هو كويس قوي وكده خلص دي اول طريقة ونشوف بقى ان شاء الله الطريقة التانية مع بعض. انا طبعاً عندي برضو جبتي بقى تجد ملخية التانية برضو غزالتها ونضفتها زي ما احنا عارفين وهوتها. وعندي هنا مية مغلية طبعاً المية مش هحطي فيها اي حاجة خالص. هنحط اولاً المية تبتدي هتغلي كده. بنروح حاطيني الملخية حبة بحبة. لغاية ما نخلص كيميتي الملخية كلها بس كل ما تحط حبة تنزليها في المية عشان خطر تتأكد ان هي كلها ايه في قلب المية تغلي لان ام حاجة ان المية المية السخنة المغلية دي تكون وصل الورق كله. هنحطها كده وانا حقا نلاقي او ما نلاقي بقى المية تبتدي تنمل كده من على جنب شوية هتغلي هنبتدي بقى نقلب فيها ما تاخدش كده على النار بتعديقتين بالزبط او ما يبتدي تغلي من على جنب كده هنروح مقلبين فيها وروح مطلعين في قلب مصفى. نطلع بقى في قلب المصفى وبعد كده كنت مجهزة بقى تلج. انا عندي قلب تلج اه كبير او ممكن تكون نحطها مسلا كيس تلج في قلب الفريزر تحط في كيس ما يعمل تلج. اه حنروح بقى نطلعين المصافينا في قلب المصفى. ونروح حطينا عليه الان حنحطها طبعا في الكابلة بس الاول حنحط مقعبات التلج. نحط بقى مقعبات التلج عليها بس او مطلعها كان فيش جئتين بس البخار يطلع منها السخنية الجامدة ديوشيا فيه المي غام ازا المي الغام اديها اللي بتغمى الملوخية. عشان كده كلها نزلت في مية الاسالة. هنجيب بقى الكابة عندنا ولو ما عندكش كابة ما فيش مشكلة عاملية برضو في قلب الخلاط. هنحط بقى في قلب الكابة حبة بحبة ونحط الايه المكعبات التلج الاول في المصفى تاخد السخنية بتاعت الملوخية وهنحط بقى في قلب الكابة نضرب في قلب الكابة اضرابي ضربتين كده ونطفي ونطفي لغاية ما تخليها الايه السمك اللي انتش عايزيها. الطريقة دي بتاعت المصاني والله يا جامعتوا اجاملة جدا وسهلة. وطبع زي ما انتم عارفين انا ما حاطتش اي حاجة ولا كوربونات ولا سكر ولا حاجة وخالص. مجربة قبل كده جاملة جدا. هنضرب بقى كده ضربتين تلاتة. ما تحاولش تزوجي حاجة لان هي كده مية السيدي مش محتاجة مية ومحتاجة حاجة خالص. شايفين بقى خاضرة وجميلة ده والصنك بتاع حلو ازا? هنعمل بقى الحبة التانيين ونشوف مع بعض. كده نخلصناها كلها. هنضربها برضو في الكابة. ضربتين تلاتة كده. تمام خلصت كده. هنروح بقى حاطنا ونعبها في قلب الكيس. بصي بقى احنا نعبها في قلب الكيس بطريقة حلوة حاولها لك. هتعجبك وفي نفس الوقت ممكن انتي ما تستعملش الكيس كله. تستعملي نص الكيس. والنص التالي تستعمليها للاكلة تانية. يعني ممكن بدل ما تعملي الملوخية على الاكل وترجعها تاني يوم تسخنيها. ممكن تعمليها طازة. وتاني يوم برضو حاب الشرب وتعمليها طازة تاني. بطريقة ازا? طبعا احنا فردنا كده كويس قوي. هنخرج الهو منها ونتني الكيس كده من الاخر. ونروح جايين من الحرف السكينة. مش الحرف اللي احنا بنقطع من الحرف التاني العكس. ونروح مدينة تقسيمة كده بسيطة. هي طبعا هتحاول ان هي تلم على بعضها عشان خطر الطريقة. بس اول ما انت تحطها الفرزة هتنزعم احنا شايفين تانينا كده. الكيس بيتعامل على مرتين. وطبعا لما تجمد هتبوسي تلاقي السهلة بتقسمت مرتين وبقت كويسة. والطريقة دي جميلة والنجحة وان شاء الله تعجبكم. نتقابل في اكل جديد من اكلات تيتانونة والسلام عليكم.